السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتعرف اليوم في درسنا على طريقة التمييز بين الرمزين أكبر وأصغر حيث يمثل هذا العمل صعوبة لبعض المتعلمين خصوصا في المستويات الدنيا المستوي الأول والثاني فالطريقة فهي بسيطة جدا سوف نختار رقمان سبعة وخمسة سوف نضع نقطتان أمام الرقم الأكبر وهو سبعة سوف نضع نقطتان هكذا والرقم الأصغر سوف نضع نقطة واحدة ثم نصل بين هذه النقطة الثلاث بخط ثم نجد الرمز أكبر بأن سبعة أكبر من خمسة سوف نعيد العملية تمانية وستة نضع نقطتان أمام الرقم الأكبر وهو تمانية ثم نصل هذه النقطة بخط فنجد أن تمانية أكبر من ستة ثلاثة وتسعة ثلاثة أصغر من تسعة إذن سوف نضع أمام ثلاثة نقطة واحدة وأمام تسعة نقطتان أمام ثلاثة نقطة واحدة وأمام الرقم الأكبر وهو تسعة نقطتان ثم نصل بهذه النقطة فنجد أن ثلاثة أصغر من تسعة بالنسبة للعشرات أي العدد الذي يتكون من رقمين فإننا نقوم بمقارنة الرقم الرقم العشرات هنا عندنا إثنان وهنا عندنا أربعة نعرف بأن أربعة أكبر من إثنان إذن سوف نضع نقطتان هنا أمام أربعة ونقطة واحدة أمام إثنان ثم نصل بهذه النقاط بخط فنجد أن خمسة وعشرون أصغر من ستة وأربعون خمسة وعشرون أصغر من ستة وأربعون أتدرب تمانية وسبعة سوف نقوم بمقارنة هذه الأعداد إذن سوف أترك لكم بعض الوقت لمقارنة هذه الأعداد والأرقام بطريقة وضع النقطتين أمام الرقم الأكبر أو العدد الأكبر ونقطة واحدة أمام الرقم الأصغر أو العدد الأصغر نعم إذن الآن سوف نصحح نقطتين أمام تمانية ونقطة واحدة أمام سبعة إذن تمانية أكبر من سبعة تسعة وأربعة تسعة أكبر من أربعة أربعة وخمسون واثنان وتمانون أربعة وخمسون أصغر من اثنان وثمانون وبهذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله